أهلا بكم في أحلم أكاديمي معكم لاتينو في حلقة النهاردة نتكلم على واحد من أنظف الايكيوهات الموجودة في السوق والمقصود بكلمة نظيف أنه مالوش كاراكتر تقدر تعلي أو توطي بيه أي تردد مدايئك من غير ما يكون لي كاراكتر على العكس الايكيوهات الأنالوج الايكيو اللي نتكلم عليه النهاردة هو ايكيو سوفتيوب ويس من منفيذ ايكيو خليكم معنا الايكيو دوت متاخد من هاردوير مخصصة للمسترينج 8000 دولار الكود بتاع الايكيو دوت كتابوا الموانسين ذات نفسهم اللي هما صنعوا الويس هاردوير وعملوه كلابريت مع شركة سوفتيوب وبقى متاح عندنا أن احنا يقدر نستخدمه بصوت قريب جدا جدا للصوت الهاردوير الحقيقي تعال أول نسمع جزء من الأغنية اللي عندنا الأغنية اللي عندنا مفيش عليها أي حاجة غير سوفتيوب ويس كيو على كل التراكات وبعد كده عندنا على التراكات فيه كونسول وان دوت عشان الفيدر أعرف تحكم في التراكات زي ما أنا عايز الفيدر والبان وفيه بس كومبريشن محطوط على البيز وعلى الفوكل لأنه هما كانوا صوتهم فيه ديناميكس كتير كانوا هيعملولنا مشاكل لو جينا نسمع الأغنية بتاعتنا دوت مش ميكس خلصان ده مجرد ميكس كده تعمل في ساعة عشان يخدم الغرض بتاع الفيديو ويوريكوا إمكانيات الإيكيو بتاعنا تعال نسمع جزء من الأغنية اللي عندنا ونبدأ بعد كده نشرح الإيكيو بتاعنا هنعلم على كل التراكس اللي موجودة عندنا وبعد كده نقفل ونفتح الإيكيو وإحنا بنسمع هنسمع كده نص الأغنية بتاعتنا عشان نتعرف عليها ونشرحه ونسمع عملت بي إيه على التراكات الفاردي بتاعتنا يلا بينا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 انت عملت فيه كم باند وكم فلتر حصل جوا كل ايكيو انت بتستخدمه هو ايكيو الى حد ما ممكن يكون مش خفيف يعني ما تدارش تعمل به ساشان كبير لازم يكون جهازك يكون تقيل علشان خطر يستحمله بس النتيجة اللي انت بتاخدها منه انضف من اي ايكيو تاني سيرجيكال سيرجيكال معناها ان انت هتستخدمه في ان انت تقطع به الترددات او لو حبيت تزوي الترددات بس من غير ما تقاد كالر على عكس الايكيوهات الانالوج عندنا نرجع بقى مبصّ على الايكيوري insiderية بشتغل دوات ضرور ل 허مراوز عالواكان لابده سيرجيكال لابد ايكيو كانت النتيجة بتاعتها ان الصوت علي تضطر وترده من ايكيوه عشان لما تقفل و تفتح ممكن تقفل و تفتح من الباي باس جهاز او تقفل و تفتح من الباي باس جهاز هنا في أن تسمع مختلفة چاينلام تشجيكال بون reconoc訂閱 او تقفل و تفتح من هنا در اول ضرور لاتنا والسيجنيل الذين خ proximity i input advertising direct sur the dot او ضبوط اللي خرجها من الايكيو عندنا اي و بي عشان تقدر ممكن تعمل على اي تراك مسلا انت احترت في القرار بتاع الايكيو مسلا عايز تعرف ان انت تعمل كده ايه تمام وتعمل كده بيه كده هو وترجع تنقل ما بينهم وتسمع تشوف كل واحد منهم ايه لتأثير بتاعه النتيجة الاحسر للحالة اللي انت شغال عليه هنا اي و بي عشان تقارم بين الحالتين اللي انت عملتهم على اي صوت هو سيفن باند ايكيو يعني عندك سبع نقاط تقدر تتحكم بها في الترددات من حيث القط و من حيث البوست وتقدر تتحكم في الشكل اي واحدة فيه لما بتدوس على البند بيجيلك المود انت تقدر تستخدم low shelf او تستخدم high shelf او تستخدم بال او تستخدم low cut او تستخدم high cut عندك وبعد كده عندك الفركوينسي و عندك لو جت مسكت نقطة من هنا النقطة ديت هتبقى بالبند لو لفت البكرة بتاعت الماوس بيضيقها عادي جدا وتقدر تزود التردد دوت او تنقصه عن طريق الماوس زي ما انت بتستخدم اي اي اكيو تاني ولو دوسة واحدة و زغالك كده تقدر تعمل solo فتسمع التردد دوت معزول زي ففلتر اكيو كده انت شغال بالمود العادي اللي هو regular او stereo اكيو لو عايز تفعل المود بتاع الماد سايد بتعمل كده بيبقى عندك two channel التو تشانل دولت اللي موجودين عندك التشانل 1 بتبقى الحاجات اللي موجودة في الماد بس يعني في النص الحاجات اللي مش معمولة عليها بان في الميكس وتشانل 2 بيبقى الحاجات اللي هي كلها صايد معمولة باننج في الميكس بتاعك بعد كده عندك الاناليزر تقدر تفتح وتقفل الاناليزر اللي هو بيوريك الترددات وعندك الsetting بتاعتك من هنا تقدر تشوف لو جيت تعمل copy يودي من A و B الاعداد اللي انت عملتها او يودي من B الى A او من channel 1 الى channel 2 او من channel 2 الى channel 1 زي ما انت عايز والاناليزر يقدر يعرض لك ال input ويقدر يعرض لك ال output وتقدر كمان تعمل tilt لما بتعمل كده يبقى الاناليزر زي ما انت شفت هيبقى حساس اكتر ناحية low frequency بس انا ارشح لك انك تبقى سايبه zero عادي عشان ترى تشوفه الترددات بتاعتك كويس لو انت مش وصك في القوضة بتاعتك او فيها مشكلة في الاكوستيك وهنا response بتاع الاناليزر هو بيبقى سريع او بطيء اوكي وعندك ال hold انه هو يسبت لك ال average بتاع ال power بتاع الاكيو او يسبت لك ال peak بتاعتنا وبعد كده عندك ال theme او شكل الاكيو تقدر تستخدمه زي كده ال analog version منه او تقدر تستخدم ال version dark منه وده اتحاجة موجودة هنا بس مش موجودة في ال version hardware بعد كده كمان هو resizable plugin تقدر تغير في الشكل بتاعه عشان تشوف الترددات بتاعتك و البنس اللي انت بتشتغل عليها بشكل اكتر دوت ال whist q اللي موجود عندنا هنعمل دلوقتي حاجة بقى ان احنا نشوف على التراك تراك فار دي كده ايه الحاجات اللي انا عملتها ونسمع بفور وافتر ونشوف الفرق بتاعه والاصوات كانت عاملة ازاي وبقت عاملة ازاي اشتركوا في القناة 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 قبلوا بعض الايكيو على الأغنية كلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لعجبك الفيديو دوت ما تنساش تديروا لايك وتعمل شير وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد مننا سلام